بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء أخذنا في المحاضرات السابقة موضوع المواد الرابطة البوندينج ماتيريالز وتطرقنا إلى أنواع المواد الرابطة وقلنا أن المواد الرابطة تقسم بصورة عامة إلى قسمين مواد رابطة مقاومة للرطوبة ومواد رابطة لا تقاوم الرطوبة وأخذنا كل نوع بالتفصيل محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون عن نوع آخر من أنواع مواد البناء وهي مواد التطبيق أو ما تعرف في مواد الإكساء لفلورينج ماتيريالز من أشهر مواد الإكساء المعروفة هو الكاشي مواد التطبيق أو ما تعرف في مواد الإكساء للأرضيات الفلورينج ماتيريالز تقسم بصورة عامة إلى قسمين مواد تطبيق عضوية أورغانيك مثل الخشب، البلاستيك، الإسفلت، والمطاط النوع الثاني من مواد التطبيق هي مواد التطبيق غير العضوية الإن أورغانيك مثل الكاشي، الخرسانة، والحجارة الكاشي تايلز هو مادة خرسانية تعمل لتقوية الأرضيات التي لها مقاومة التآكل وإعطاء سطح مستوي صالح للاستعمال ومقبول فنيا يكون الكاشي بأبعاد مختلفة عادة أبعاد الكاشي تكون أما 20 في 20 في 2 سنتيمتر 20 الطول في 20 الأرض في السمك سمك الكاشي 2 سنتيمتر أو يكون بأبعاد 25 في 25 في 2 سنتيمتر أو 30 في 30 في 3 سنتيمتر أو 40 في 40 في 4 سنتيمتر خلطات الطبقات الميكسينج ليير عادة يتكون الكاشي من طبقتين طبقة الوجه وطبقة الظهر طبقة الوجه الفيسينج ليير تكون عادة خلطة هذه الطبقة لينة خلطة طبقة الوجه تكون عادة لينة أي نسبة الماء فيها عالية والمواد الأولية لطبقة الوجه هي الإسمنت الأبيض ومسحوق الحجر وقطع من الرخام الطبقة الثانية للكاشي هي طبقة الظهر في هذه الطبقة تكون الخلطة لها جافة على اعتبار ان الماء الزائد من مونة الطبقة الوجه رح ينتقل اليها والمواد الاولية لهذه الطبقة هي الرمل والحصى والاسمنت الاعتياد قلنا طبقة الوجه تكون لينة نسبة الماء فيها عالية بينما طبقة الظهر تكون جافة المواد الاولية لطبقة الوجه هي السمنت الابيض ومسحوق الحجر وقطع من الرخام بينما المواد الاولية لطبقة الظهر هي الرمل والحصى والاسمنت الاعتياد انواع الكاشي types of tiles طبقة الوجه لهذا النوع من الكاشي تكون من مادة سمنتية النوع الثاني من انواع الكاشي هو الكاشي المنقوش طبقة الوجه تكون من مادة سمنتية منقوشة النوع الثالث هو الكاشي الموزائيك موزاك تايل طبقة الوجه تحتوي على حجر الرخام والاحجار الممكن سطلها والاسمنت الابيض النوع الرابع هو الكاشي المطعم بقطع الرخام tiles with marble pieces بهذا النوع تكون طبقة الوجه مطعمة بقطع كبيرة من الرخام بألوان وأشكال مختلفة عملية اكساء الأرضيات بالكاشي أو ما تعرف بعملية التطبيق تكون عادة على نوعين النوع الأول هو الاكساء بالصب الموقعي صب في موقع الأمل وذلك يتم ذلك بصب الأرضيات بمونة الاسمنت بشكل مربعات أو مستطيلات كبيرة لا يزيد طول ضلعها على متر وتترك مفاصل تمدد بعرض مقدارة 1 سنتيمتر إلى 2 سنتيمتر بين الواحدة والأخرى ويتم سقي أو ما تعرف بعملية المعالجة وجلي هذا الكاشي موقعيا في موقع الأمل النوع الثاني من أنواع الاكساء بالكاشي هو الاكساء بالكاشي مسبق الصب هذا النوع يتم ذلك بكبس المواد الخرسانية في قوالب حديدية بأبعاد مربعة 20 سنتيمتر أو 30 سنتيمتر أو 40 سنتيمتر مثل ما وضحنا سابقا أبعاد الكاشي أو أبعاد مستطيلة حسب الطلب وبسمك يتراوح من 2.5 إلى 5 سنتيمتر تكون عملية تثبيت الكاشي على الأرضيات بمونة الاسمنت المقاوم للأملاح سبق وإن أخذنا أنواع الاسمنت وكل نوع واستخداماته هنا في عملية تثبيت الكاشي في عملية الاكساء على الأرضيات نستخدم الاسمنت المقاوم للأملاح مع الرمو بنسبة مزج 1 إلى 4 الرقم الأول يمثل نسبة الاسمنت 1 اسمنت والرقم الثاني يمثل نسبة الرمو 1 اسمنت إلى 4 رمو للأرضيات التي تكون معرضة للرطوبة أحيانا تستخدم مونة الجص لتثبيت الكاشي في الأماكن البعيدة عن الرطوبة هناك أدة فحوصات يتم إجراءها مختبريا على الكاشي ويتم مقارنتها بالمواصفات حتى نعرف جودة الكاشي يفحص الكاشي مختبريا وذلك لمعرفة تحمل الكسر نعرف نسبة الامتصاص للكاشي وأيضا نعرف مقاومة الاحتكاك نسبة الأملاح الموجودة بي ومزج الخرسانة بالإضافة إلى هذه الفحوصات يتم فحص خارجيا لمعرفة استوائية الوجه ودقة الأبعاد سنأخذ إن شاء الله بالتجربة تجربة فحص الأبعاد واستوائية الوجه للكاشي يمتاز الكاشي بالمتانة من مميزات الكاشي المتانة مقاومة الحريق والتآكل وسهولة التنظيف من الدهون والملوثات مواصفات الكاشي أولا تفاوت الأبعاد يجب أن لا يزيد عن واحد ونص مليمتر ثانيا نسبة الأملاح بعد إجراء الفحوصات على الكاشي لازم تكون تفاوت الأبعاد يجب أن لا يزيد عن واحد ونص مليمتر نسبة الأملاح الموجودة بالكاشي لا تزيد عن 0.04 معايير الكسر لا يقل عن 3 ميجا باسكال ونسبة الامتصاص للكاشي يجب أن تكون أقل من 0.08% من 0.08 الامتصاص أقل من 0.08 ملاحظة يمكن زيادة معايير الكسر للكاشي وذلك بزيادة نسبة السمنت أو انقلل نسبة الماء إلى السمنت ووتر سمنت ريشو وزيادة مدة الأنضاج بإمكاننا أن نزيد معايير الكسر للكاشي عن طريق أما زيادة نسبة السمنت أو تقليل نسبة الماء إلى السمنت ووتر سمنت ريشو وزيادة مدة الأنضاج عيوب الكاشي أولا عدم استواء الوجه بسبب سقل غير جيد ثانيا انفصال الركام عن طبقة الوجه بسبب السقل المبكر يتم سقله بوقت مبكر أو يتم استخدام سمنت قديم لذلك يحصل انفصال بالركام عن طبقة الوجه ثالثا وجود التشققات والتي تكون شعرية بسبب الانكماش وزيادة مسحوق الركام في طبقة الوجه رابعا تكسر الحافات بسبب عدم العناية بالنقل والخزن يحصل تكسر في حافات الكاشي والسبب هو عدم العناية بالنقل وأيضا خزن الكاشي خامسا تفتت طبقة الوجه بسبب زيادة نسبة الأملاح وكثافة الكاشي راح ناخذ كثافة الكاشي تعتمد الكثافة الكلية للكاشي على كثافة طبقة الوجه وكثافة طبقة الظهر وتحسب الكثافة الكلية للكاشي عن طريق القانون التالي لحساب الكثافة الكلية للكاشي دي تي توتال دينسيتي الكثافة الكلية دي اختصار لدينسيتي الكثافة وتي هي التوتال الكثافة الكلية للكاشي ساوي دي أف في بي أف زاعد دي بي في بي على البي الديني تي تمثل لنا إذا تمثل التوتال دينستي الكثافة الكلية للكاشي الديف كثافة طبقة الوجه فاسينج دينستي والدي بي لتنظại دينستي The VF تمثل حجم طبقة الوجه فاسينج فوليوم والي بي لتنظار ahah미 والقي في بي تتحقيق وال mainstream وهو حاصل ضرب الطول في العرض في سمك الكاشية نجي للمثال كاشي بأبعاد 40 في 40 في 4 سنتيمتر متكون من طبقتين طبقة الوجه بسمك مصطعش ملي متر وكثافتها 2000 كيلوغرام على المتر تكأي وطبقة الظهر كثافتها 2500 كيلوغرام على المتر تكأي احسب الكثافة الكلية للكاشي يريد Total Density of Tiles اول شي نكتب قانون الكثافة للكاشي DT وساوينا DFPVFS زائد DBPVB على الحجم الكلي عدنا كثافة طبقة الظهر للوجه العفور 2000 هذه تمثل DF Facing Density في الVF حجم طبقة الوجه يساوي انها حاصل ضرب الطول في العرض طول الكاشية 40 في عرضها 40 ايه بوحدات السنتيمتر محولها الى وحدات المتر في سمك طبقة الوجه اشقد منطيها بالسؤال منطيها 15 ملي متر تحولها الى المتر تقسمها على الف زائد كثافة طبقة الظهر 2500 في حجم طبقة الظهر ايضا الطول في العرض في سمك طبقة الظهر سمك طبقة الظهر ما منطيها بالسؤال بس عدنا السمك الكلي للكاشي وعدنا سمك طبقة الوجه السمك الكلي للكاشي 4 سنتيمتر يعني 40 ملي متر وسمك طبقة الوجه 15 ملي متر نقول 40 ناقص 15 الباقي 25 يمثل سمك طبقة الظهر هذه 25 سمك طبقة الظهر حصلناها منطرح 40 السمك الكلي ناقص سمك طبقة الوجه تطلع عنا سمك طبقة الظهر 25 ملي متر قسمها على الف تطلع عنا 0.05 متر هذا كله مقسوم على الحجم الكلي للكاشي اللي هو حاصل ضرب الطول في العرض في السمك 0.4 في 0.4 هنا في 0.04 صح هو نضيفه 0.04 ليش؟ لانه 4 سنتيمتر قسمها على 100 حتى نحولها للمتر 0.4 في 0.04 في 0.04 في 0.04 حتى يطلع الناتج 2312.5 كيلوغرام على المتر المكار الموزائيك المزجج والكاشي الفرفوري والسيراميك الموزائيك المزجج يكون باشكال متعددة منها المربع والمستطيل وتكون صغيرة الحجم وبالوان مختلفة يمتاز الاكساء عملية الاكساء عملية التطبيق بالموزائيك المزجج بمظهر جيد تمتاز بمظهر جيد ومقاومة عالية للحريق والأملاح وأيضا يكون خفيف الوزن ويحتاج إلى مونة قليلة لتثبيته استعمالات إن يستعمل للمرافق الصحية والمواقع التي تكون معرضة إلى الرطوبة لماذا؟ لأنه قليل التأثر بها لأنه قليل التأثر بالرطوبة يتم استعماله في المرافق الصحية والمواقع التي تكون معرضة للرطوبة الكاشي الفرفوري له تركيب فخاري مطلي بمادة زجاجية ويكون بأشكال مربعة ذو ظلع 10 إلى 15 سنتيمتر أو قد يكون مستطيل الشكل أو مضلع يثبت الكاشي الفرفوري بالسمنت وتترك مفاصل بين كاشية وأخرى اللي نسميها بالحلول الحل يمتاز الكاشي الفرفوري بالمظهر من مميزات الكاشي الفرفوري المظهر والمقاومة الآلية للأملاح وأيضا يمتاز بسرعة التنظيف وأن يستخدم يستخدم في تغليف جدران المطابق والحمامات والمرافق الصحية التي تتطلب تنظيف دائم وذلك لأنه سهل التنظيف لأنه ضمن مميزاته سهل التنظيف السيراميك له تركيب طيني فخاري ويكون بأشكال متعددة وبمظاهر منها المنقوش كالمنقوش والسادة وبألوان متعددة يثبت عادة باستخدام مونة سمنت رامول ويستعمل في المرافق الصحية والحمامات والأرضيات التي تحتاج إلى سهولة التنظيف ويكون مقاوم للحريق والأملاح إلى هنا خلصت محاضرتنا إلى هذا اليوم أي سؤال أي استفسار عدكم بإمكانكم طرحة خلال وقت المناقشة يوم السبت إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا